اشتركوا في القناة باستثناء التواقم الطبية وتواقم وزارة التربية والتعليم على ان يتم اغلاق اي منطقة تتزايد فيها اعداد الاصابات بالفيروس واعلن ملحم انه يمنع من عن باتن دخول المواطنين العرب في اسرائيل الى المدن والمحافظات كما تمنع حركة العمال من والى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في اماكن عملهم واجراء ما يلزم من فحوصات طبية ويحضروا بشكل كامل العمل في المستعمرات جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء الفلسطيني واستنادا الى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموجب المرسوم الرئاسي باعلان حالة الطوارئ اعتبارا من يوم الاحد وضمن خطة الحكومة لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا مع انتظام الدوام اشتركوا في القناة